اشتركوا في القناة احب اقول حاجة في بنات كتير جدا من ساعة ما نزلت الترجمة تلقائي على اليوتيوب بيقولوا يا اميرة احنا مش شايفين ايديك من الترجمة تمام انت تقدري في دايرة فوق على ايدك الشمال دايرة كده اضغطي عليها واختري الترجمة دوسي على الترجمة واختري حسف الترجمة او بلا ترجمة تمام فانت كده هيبقى الفيديو شغال عندك من غير الترجمة فطبعا الترجمة بتفيد اخواتنا اللي هما الاجانب اللي بيبقوا مش فاهمين انا بقول ايه بس كده فانت عايزة تلغي الترجمة عندك الزرار فوق على ايدك الشمال دايرة كده زي الترس كده دايرة هتدوسي عليها ودوسي على كلمة الترجمة واختري بلا ترجمة بس كده نسمي باللبة ونشوف احنا هنعمل ايه هنعمل مع بعض بصوا هو شال ومش شال يعني هو يمشي شال يمشي كاب يمشي بلوزة مفتوحة هاي شكله حلوة او ليه شكله حلوة طبعا شايفينوا الصورة بتاعته في اول الفيديو ان شاء الله بأمر الله هنشتغله مع بعض دايما بتسئل لما بعمل اي مشروع طب انا يا اميرة لحب اعملوا البنت عندها سنة طب انا حب اعملوا لوحدة كبيرة حب اعملوا البنت عندها عشر سنين اتبعي طريقة اخذ المقاسات اللي انا بقول عليها ازاي تاخذ المقاسات بتاعتك هتقدري تعملي لاي مقاس انت حباه يعني انت مش هتلتزمي خالص باللي انا بقوله غير في اخذ المقاسات مالكيش بقى دعوة بعدد السلاسل مالكيش دعوة انت تقدري مدى اخدتي المقاسات بنفس الطريقة واتبعتيها هتقدري تعملي اي مقاس براحتك تمام انا هشتغل بخيط الخيط طبعا عارفين ان هو اكريليج فتلة شتوي عدد الامطار ميتين وخمسين متر طبعا ميت جرام تمام هشتغل معي بابرة مقاس تلاتة ونص اول حاجة هنقولها قبل ما ابدأ بقى الشرح لو مش عاملة لايك للفيديو ياريت تعمليلي لايك للفيديو نقول بقى هنعمل ايه البنشو ده او الكاب ده اللي هنشتغله بتصدر دائري الشغلة هيبقى دائري طيب هاخد المقاسات ازاي هتاخدي المقاس دوران راس البنت وهتزودي اتنين سانتي او تلاتة سانتي حسب يعني حسب ما انت حب دخوله من الراس يبقى عاملة ازاي لانه هيبقى مقفول تمام فانتي هتاخدي مقاس دوران الراس ويكون السلسلة دخلة في راس البنت مستريحة ماشي مش هتاخديها مقاس الرقبة حيطلع ازاي ويدخل ازاي البنشو مش هينفع لازم يكون الدوران بمقاس دوران الراس وتوسعي اتنين او ترات سانتي عشان تدخل وتطلع وهي مستريحة تمام هتعملي حدد سلاسل هنجيب الخات معنا طبعا انا هشتغل معاكو عينة ليه عينة لان انا اشتغلت بالفعل تقريبا تلت البنشو تمام انا المقاس ده داخل من رأس بنتي ومستريح تمام على واسع يعني انا عملاق واسع من دماغي عشان ما يبقاش خنق ماشي هتعملي عدد سلاسل ايا كان ايا كان عدد السلاسل انا عاملة بصراحة مش فاكرة عاملة كم وتمانين سلسلة عاملة خمسة وتمانين سلسلة حاجة كده ماشي فانتي هتعملي عدد سلاسل ايا كان عدد السلاسل ده احنا زي ما قلتلكم هنعمل هنا عينة تمام عينة اشتغلي عدد سلاسل براحتك زي ما قلتلكم تاني وتالت ورابع بنبه عليها ان يبقى السلسلة مستريحة في دخول رأس البنت ومتبقاش واسع قويزي لعن اللازم تمام انت هتجيب السلسلة دي كده هو تلفية حوالين رأس البنت ماشي وتكون مستريحة طيب احنا نشتغل زي ما قلنا على المقفول طب هل يا اميرة هقفل دلوقتي من السلسلة لأ هنشتغل سطر واحد بس وبعدين نقفل ليه علشان خاطر ما يتبرمش منك كده افضل هعمل ايه بعد ما عملت عدد السلاسل بتاع ايه كان بقى عدد السلاسل هعمل واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل ارتفاع وهاخد لفة على الابرة وادخل في الغرزة الرابعة من الابرة دي واحد اتنين تلاتة الغرزة الرابعة وهدخل اعمل عمود وده كده معايا اول عمود وبعدين هعمل كمان عمود اتنين تمام هعدي كم عمود هعدي تمانية واحد عملت الاول وقت التاني تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعد ما عملت تمن اعمدة هعمل في العمود التاسع تزايد تزايد يعني ايه يعني عمودين في نفس الغرز نعمل عمودين في نفس المكان بعد كده هشتغل تاني تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بعدين تمانية وقلنا في الغرزة التاسعة هنعمل تزايد هنكرر كده لنهاية السطر تزايد اهو غرزتين في نفس الغرزة هكرر كده لنهاية السلاسل تمن غرز سلسلة تمن غرز عمود وفي التاسعة تزايد وهكذا لنهاية السلاسل زي ما قلتلك ايا كان عدد السلاسل بتاعتك هخلص السطر وارجع لكم بعد ما خلصت على كل الغرز تمن غرز عمود والتاسعة تزايد افردي بقى كده انتي بعد ما خلصت لقيت مثلا عندك في الآخر غرزة او اتنين طيب هتعملي ايه هتسيبيهم مش هتشتغلي فيهم هنفكهم هتيجي كده تفك من هنا بالراحة كده وتفك الغرزتين الزيادة تمام طيب فرضنا مثلا لقينا معانا سبع غرز وعايزين غرزة اعملي غرزة في الآخر هنا بحتة الفتلة اللي في الآخر مش هنغلب تمام بعد ما خلصت العينة بتاعتي بتجيبي بقى الشغل كده على عدلته اهو تمسكي كده اهو وتيجي هنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة انا ارتفعت بها طيب انا في العادي هطلع الاول ثلاث سلسلة ارتفاع انا في العادي بشتغل كده المفوض اشتغل هنا فوق الاعمدة دي لأ لان الشغل هيبقى فيه جزء من البونشو هنا مفتوح فلازم اشتغل هنا كأنه مفتوح يعني ايه كأنه مفتوح هقفل بس يديني شكل الخطوط بتاعة شغل المفتوح عشان ما يبقاش من فوق شكله غرز ومن تحت شكله غرز تاني طيب بعد ما طلعت سلسل الارتفاع هعمل ايه هلف الشغل كده وهرجع هنا تاني على اخر عمود انا كنت عامليه هنا وهشتغل عكسي كده بتطلخ بطي علمي السلسل بتاعتك تمام هشتغلها معيكو تاني هوريها لكو تاني اهي انا قفلت بمنزلقة في التالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وده هو ده اللي هتقرريه كل سطر بتقفلي بمنزلقة في التالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وتطلعي التالت سلاسل ومش همشي كده لأ هلف الشغل بتاعي كده وهمشي الجهة دي مش هشتغل فوق الغرزة اللي فيها مش هشتغل فوق التالت سلاسل خلاص انا اطلعت عليهم هنا تالت سلاسل وهشتغل هنا فوق كل عمود هيقابلني هشتغل غرزة عمود السطر ده ما فيهوش تزايد انا هشتغل سطر فيه تزايد وسطر لأ سطر سبات وسطر تزايد سطر فيه تزايد وسطر فيه سبات فالسطر ده هشتغل فوق كل عمود هيقابلني غرزة عمود واحدة هخلص فوق كل عمود عمود لنهاية السطر وهرجع لكم تاني وصلت يا بنات اهو لنهاية السطر هقفل في تالت سلسلة ادي واحد اتنين واحد اتنين تلاتة هقفل في السلسلة التالتة بمنزلقة وهطلع التلات سلاسل ارتفاع ومش هشتغل كده هلف الشغل بتاعي اهو وهشتغل على الجهة دي هشتغل فيه اول عمود هيقابلني عمود هشتغل كم عمود عشان السطر ده قلنا فيه تزايد السطر اللي فات كان سبات اللي قبله كان تزايد يبقى السطر اللي علي الدور ايه فيه تزايد انا السطر ده كنت اشتغل تمن غرز حشو في التسعة تزايد فالسطر ده هشتغل تسع غرز حشو كل مرة هزود غرزة يعني انا ابتدت هنا تمانية حشو تزايد وبعدين سبات هشتغل ده تسعة حشو تزايد وبعدين السطر اللي بعدها سبات وبعدين السطر اللي بعدها عشرة حشو تزايد والسطر اللي بعدها سبات هنشوف ازاي هدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة تمام؟ اشتغلت تسعة أعمدة في العمود العاشر هيبقى في تزايد يعني اتنين عمود في نفس الغرزة وتكرر لنهاية السطر أكرر لنهاية السطر تسعة حشو تزايد تتكرر لنهاية السطر وبعدين نقفل بنفس الطريقة اللي قفلنا بيها ونطلع السطر اللي بعديه سبات تمام؟ هنشوف بقى هنا أنا عملت ايه؟ اهو أنا لما ابتديت هنا السطر الاول ده كان تمانية ده كان تمانية حشو تزايد لنهاية السطر السطر اللي بعديه سبات اللي بعديه عشرة حشو تزايد وتتكرر لنهاية السطر لا سوري تسعة سوري تسعة حشو تزايد وتتكرر لنهاية السطر وبعدين سبات واللي بعديه عشرة حشو تزايد وتتكرر لنهاية السطر واللي بعديه سبات وبعدين حداشر حشو تزايد وبعدين سبات وبعدين اتناشر حشو تزايد وبعدين السطر اللي بعديه سبات وبعدين تلاتاشر حشو تزايد وبعدين سبات وبعدين اربعتاشر حشو تزايد وبعدين سبات خمستاشر حشو تزايد وبعدين سبات سبتاشر حشو تزايد وبعدين سبات سبعتاشر حشو تزايد وبعدين سبات طمانتاشر حشو تزايد ماشي وبعدين سبات طيب هفضل شغالك كده لغاية امتى لغاية ما توصلي لمقاس لغاية القوع نص الدراع الحتة دي لان دي احنا عايزين ده هيبقى مفتوح تمام فانا هشتغل لغاية المنطقة دي القوع عشان لو في ناس مش عارف احنا بنقول عليها قوع معرفش عندكم بتقولوا عليها ايه المفصل اللي في نص الدراع تمام بتفضلي شغالة دي لغاية ما توصلي عند المفصل اللي في نص الدراع بنفس الطريقة اللي احنا قلناها بنفس التزايدات اول ما توصلي للمنطقة دي خلص انا مش هعمل تزايدات وتقسمي البونشو كده خدي بالك الحتة اللي في الظهر اللي هي فيها الاعمدة اهو ده هتبقى هي منتصف الظهر دي منتصف الظهر تخليها كده في الظهر في المنتصف وتمسك البنشو بتاعك كده وتعلمي هنا. بعلامة في الجنب ده وعلامة في الجنب ده. ليه? عشان هشتغل من الظهر ده. ماشي? الجزء ده كده لوحده والجزء اللي قدام هيبقى لوحده. هنفصل الامام عن الخلف. ليه هنفصل الامام عن الخلف? علشان خاطر آآ هايقبع عشان خاطر هيبقى مفتوح من الجنبين. تمام? فانت هتشتغلي اللي قدام لوحده والضهر الامام لوحده والضهر لوحده. انوه عن حاجة. اللي اسمع تبقى بالضبط امام زي الخلف لو اللي لو البنت طفلة. تمام? طيب. لو هي مش طفلة آآ يعني لو واحدة كبيرة فالخلف بيبقى عندها ازياد شوية. فاتقمي شايلة العلامة. وطلع كام غرزة كده هنا كده. تمام? وكام غرزة بالعلامة بتاعتك هنا كده. هتخلي الخلف ازياد من الامام سوان انا خليت هنا كام غرزة. واحد. هنا كده. واحد اتنين كده اربعة خمسة ست. تمام? خليت ست غرز النحيا دي وست غرز النحيا دي. تمام كده? لو انت عندك الجسم في يعني جسم البنت في يعني الهب يعني ليها تدريس في جسمها. فهتخلي ان الخلف ازياد شوية من الامام. تمام? بعد كده هنعمل ايه? طبعا احنا كنا شغالين هنا من المنتصف. احنا كنا شغالين يا بنات هنا كانت البداية عندنا في الظهر. فطبعا سواني انا كده هقفل بمنصلكة في تالت خرزة سلسلة. هرتفع بقى سلاسل لا طبعا مش هينفع لان انا مش هشتغل دي مش هتبقى خلاص البداية بتاعتي. فهقص الخيط. قصيت الخيط وقفلته. تمام? وهروح هخلي البداية عندي فين? عند علامة من العلامات اللي انا حطوها. تبقى البداية عندي من عند غرزة العلامة. هجيب الخيط بتاعي. هشلتها اهي حطيت هي دي هتبقى البداية بتاعتي. وهطلع تلت سلاسل ارتفاع وهدخل فيه كل عمود. هنا بقى خلاص. الاسطر بتاعتي كلها هتبقى سبات. تمام? هتبقى اسطر ما فيهاش خلاص تزايد تاني. وهشتغل فوق كل عمود عمود. فوق كل عمود هشتغل ايه? عمود. لغاية ما اوصل للعلامة التانية. هشتغل على الظهر كله لغاية ما اوصل للعلامة دي. فوق كل عمود عمود وارجع لك تاني. وصلت يا بنات اهو بالاعمدة لغاية غرزة العلامة. اهي. هشلها. وعمل مكانها عمود. عايزين بقى نعمل ايه? هنكمل على الشغل اللي قدام ده? لا. احنا هنشتغل على اللي احنا. اشتغلناها اللي هي الخلفي ده. هنسيب الامام ده هنشتغله بعدين. علشان نفصل الامام زي ما قلنا عن الخلف. عشان منطقة الايد نفتحها. طيب انا هلف الشغل تقدري تطلعي. تلات سلاسل. ارتفاع. ماشي. وتقدري تعملي الطريقة اللي هقولك عليها عشان يبقى الشغل بتاعنا شكله نضيف. مش هطلع اي سلاسل ارتفاع ولا حاجة هلف الشغل بتاعي. وهدخل اعمل غرزة حشو فوق اول عمود. من غير ما تكون واخده غرز سلسلة ولا اي حاجة هدخل فيه. اول عمود اعمل غرزة حشو. تمام? وهدخل غرزة الحشو لها ضلعين اهم قدامنا. هدخل في الضلع التاني. مش الاول الضلع التاني كده من برة. اهو. واعمل غرزة حشو. كده دي هتبقى معانا كأننا عملنا اول عمود. مش كده هيطلح معانا. السطور مزبوطة وشكلها حلو. هعملها معاكم مرة كمان. مش هيخد اي سلاسل ارتفاع بعد العمود. بعد العمود اللي هو في السطر السابق. عشان ارتفع. ما فيش اي سلاسل ولا حاجة. هدخل فوق اول عمود واعمل غرزة حشو. معايا ضلعين قدام مني اهم. هدخل على الضلع التاني. واسحب واعمل غرزة حشو كمان بس. كده ده اول عمود. هشتغل بقى فوق. كل عمود هيقابلني. هشتغل غرزة عمود. وافضل ارتفع بعدد سطور لغاية ما اوصل لفين. لغاية ما اوصل للمقهس الوسط. انت هتبقي ايسى. فين الوسط بتاع البلوزة او البنت اللي انت بتعمل لها. هتكون ايسى من فوق من الكتف لغاية الوسط. فانت هتفضلي شغالة. عدد سطور هنا. دي هتفضلي تطوليها. الجزء الخلفي فقط زي ما انتو شايفين كده اهو. ماشي. هشتغل بقى هنا كده. كده السطر كده لغاية ما اوصل لهنا. وارتفع بنفس الطريقة اللي ارتفعتي بها. اذا تعملي سلاسل برحتك. او ترتفع بنفس الطريقة وترجعي وتفضلي تروحي وترجعي لغاية ما توصلي لمقهس الوسط. ماشي فأنا هخلص عدد السطور بتاعتي وما فيش تزايد ولا اي شيء. ماشي. انا هخلص بقى عدد السطور بتاعتي. هشوف انا لسه مش عارفة. انا هرتفع كام سطر للمقاس بتاعي وارجع نعد مع بعض السطور ونشوف برضو المقاس كام بالسانتي. تمام? هخلص بقى عدد السطور ده زي ما قلنا بنشتغل. اللي هو زي ما احنا كنا معلمين من العلامة للعلامة وبس انت هتلاقيه اصلا خلاص فرق. اهو. تشتغلي من هنا لهنا. فقط. هنا مفيش الامام. مفيش شغل. انا هشتغل. من هنا. كده كده من الخلف لغاية ما اوصل لدي. الامامية دي. الحتة اللي قدام دي. انا مش هشتغل فيها حاجة دلوقتي خالص. هخلص بقى الطول بتاعي. زي ما قلتلكم غاية وسط البنت بس. وهنرجع مع بعض تاني. يا بنات بعد ما خلصت الجزء ده. وقلتلكم ان دي بقت واصلة عند وسط البنت. فوق الوسط يعني لما تيجي تربسي البنطلون كده فوق كمر البنطلون على طول. دي كده. تمام? وهاجي على الحرف بتاعي هنا. انا قطعت الخيط. وهقفل الشغل بتاعي ده. طيب وبعدين. هنوصل الخيط هنروح عند اي جنب من الجنبين. اللي هما المكان بقى الفاضي. اللي مفروض لسه هنشتغل فيه الغرز اللي ما فيهاش ما اشتغلناش عليها ايه. شايفين انا طلعت فوق الغرزة دي على طول خلاص اشتغلت فوقها. هاجي على الغرزة اللي بعدها على طول. وهوصل الخيط بتاعي. الخيط. تمام? هوصل الخيط بتاعي. وهاشتغل عليه كله اعمدة. هوصل الخيط بتاعي اهو. بنفس الطريقة اللي كنت بشتغل بها. عايزة تطلعي تلات سلاسين ارتفاع وترجعي براحتك. بس تشايفين لما اشتغلت. بنفس الطريقة اللي قلت لكم عليها اللي بعمل في الاول. العمود اللي بعمله على طول في الاول. شايفين الحرف مستوي ازاي? والسلاسل شكلها مش بغيض. شكلها مش حلو. يعني بيبقى شكلها مش حلو والسلاسل فوق بعض. فالحرف ده اخدوا بالكم لان الحرف ده هيبقى في الوش كده في الصدارة. طالع منه ايد البنت. فهيبقى شكله مش ظريف. لكن شايفين كده شكله حل. فانا هاجي هنا اعمل ايه? بعد ما وصلت شايفين في الغرزة على طول دي الغرزة دي اللي فيها العمود اللي هنا لأ انا اشتغلت في الغرزة اللي بعدها على طول. تمام? وصلت بس الخيط هدخل واعمل غرزة حشو. وفي اللي احنا قلنا اهو ضلعين للغرزة هدخل في الضلع التاني واعمل كمان حشو كده ده اول عمود. هدخل بقى في اللي بعدي واعمل عمود بقى فوق كل عمود. عمود اهو اشتغلت اشتغل ايه على فتلة الخيط اللي معيكي علشان خاطر تخفيها في قلب الشغل. هنشتغل فوق كل عمود. عمود لغاية ما نوصل فين? فوق كل عمود. اهو عمود لغاية ما نوصل لاخر غرزة هنا قبل. الجنب ده. اهي لغاية هنا. هكمل بقى انا الغرز دي وارجع لكو هناك في الاخر. اهو. فوق كل عمود عمود. وصلت يا بنات اهو لاخر غرزة. شايفين? الغرزة على طول اللي قبل دي اهيه. احنا اشتغلنا احنا دي اهيه هنا. احنا في اللي قبلها على طول ما بتسيبش اي غرز. اللي قبلها على طول. طبعا زي ما قلنا انا ما بطلعش في الارتفاعات دي سلاسل ارتفاع. هلف الشغل كده على طول بدون اي ارتفاعات. وهدخل فوق اول غرزة واعمل غرزة حشو. وهدخل في الضلع التاني اهيه من الغرزة واعمل كمان حشو. كده ده بقى اول عمود. هرجع بقى عليها فوق كل عمود عمود برضو. هفضل رايحة راجع بقى عليها. هشتغل عدد سطور تبقى نفس عدد سطور بالزبط اللي انا اشتغلتها للخلف. عشان هرجع وصولهم تاني مع بعض. يعني انت هتفضل تشتغلي. تشتغلي سطور لغاية ما توصلي هنا. يعني انا هنا اشتغلت كم سطر? واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احد واشر اتنين وتلاتة اشر اربعة وشر سطر. هكمل دول اربعة وشر سطر اشتغلتها دي واحد وده التاني هكملهم لغاية ما يبقى اربعة وشر سطر. دي برضو منفصلة زي ما انت شايفة كده الواحدة هنتي تشتغلي من هنا الهنا بس. تفضلي رايحة راجع رايحة راجع لغاية ما دي تبقى طول دي. هخلصها بقى. ان شاء الله بامر الله. الاربعة وشر سطر هخلصهم. ونرجع ان شاء الله عشان نشوف هنشبكهم ازاي ده. خلاص يا بنات انا خلصت اهو بقدي اهي. ادي دي من هنا. ومن هنا كمان. اهي. طيب احنا عايزين نوصلهم مع بعض. شوفوا هنوصلهم مع بعض ازاي. انا خلاص هنا كده طبعا في اخر قرزة اهي. مش هرتفع لاني خلاص خلصت عدد السطور. هيجي على الحرف هنا في اول غرزة. وهقفل بمنزلقة. تمام? هقفل بمنزلقة بس واقطع الخيط. بقطعه بققي محلش. مش اهو عشان مش عارفة فين المقص. قفلتها هنا كده وقفلت الخيط. تمام? وهدخل الفتلة بس جوه. اهو كده. قفلت بس هنا بمنزلقة ومش هكمل من هنا. هكمل من الناحية التانية. ليه? ايا كانت انت الجهة اللي قفلت فيه الجهة اللي خلصت فيها هتقفلي زي كده. علشان خاطر لو كنت كملت شغلي من هنا على طول كان هيبقى سطر اطول من ناحية. يعني ناحية اطول من ناحية. فلازم اقفل هنا بمنزلقة واسيب الشغل كده. واروح الناحية التانية. اهي. وهوصل الخيط هنا. واقفل. وكمل شغل بقى من الجهة دي. اهي. جبت الخيط بتاعي اهو. وهوصل من هنا اهو كده. الخيط بتاعي. واقفل بمنزلقة هنا. دي مع دي خلاص جمعتهم مع بعض اهو. ومنزلقة كده. تمام? وهدخل بنفس الطريقة اللي كنت بعمل بيها واعمل بداية عمود. وممكن تعملي تلات سلاسل برحتك. تمام? ده كده اول عمود. هدخل في العمود اللي بعديه واعمل عمود كمان. لو انت عايزة تكملي طول كمان بعد الفتحة دي. عايزة تعملي طول كمان قبل غرز الفشارة برحتك. انا هشتغل الفشارة على طول هشتغل بقى كم سطر فشارة كده على ما اكبر الشال بتاعي. بس هشتغل الاول السطر ده قبل الفشارة. سوري. هشتغل سطر واحد بس. اعمد ان اشغله على الخط بتاعي. مشي. هشتغل سطر واحد بس اعمدة قبل سطر الفشارة. سطر واحد اعمدة. هكمل سطر الاعمدة ده. يعني هشتغل كده فوق كل عمود عمود. هشتغل هنا كده كله كله فوق كل عمود عمود هنا. ماشي? وهوصل لغاية دي ووريكم هنشتغل فيها ازاي? هكمل الحتة دي بس كده وارجع لكم. وصلت هنا هي يا بنات لأول قفلة اللي احنا كنا عملنا فيها غرزة الحشو. آآ قصدي المنزلقة اللي قفلنا فيها بمنزلقة. انا هنا اخر عمود في الجنب ده هروح على طول على اول عمود هنا اللي انا كنت قفلته فوق ه بمنزلقة واعمل عمود بقى واشتغل شغلي عادي. اهان. واشتغلي على الفتلة اللي في اللي كنا قفلنا فيها عشان خاطر يبقى شغلنا نظيف. اهان. هكمل السطر ده عمودة. انت ممكن زي ما قلت لكم لو حابين تطولوا الشغل ممكن تعملي بدل السطر ده. سطرين تلاتة اربعة لان غرز الفشارة هي هتبقى في كنار تحت الكنار بتاع النهاية بتاعته. تمام? فانت حابة ان الشيال يطول شوية عن كده. هانت الطول بتاعه ده حسب راحتك. ممكن انا هعمل الطول على طول كده على نص الهب كده يعني بعد الكامر بشوية. ماشي. اه لكن انت لو حابة ان الشيال مثلا يبقى اطول من كده عند عند مثلا يوصل الفخد مثلا. فانت هتطولي بقى السطور دي اللي انا بعملها بتاعت العمود دي هتطوليها تعملي مسلا اربع خمس ست سبع سطور حسب راحتك عشر سطور حسب راحتك بدل ما تعمليها سطر واحد. لكن انا هبتدي على طول بعد السطر ده بغرز الفشارة. تمام? انت زي ما قلت لك برحتك. هخلص بقى. السطر ده هكمله للنهاية لغاية ما اوصل لهنا وارجعلك اتاني. هكملها كلها اعمدة. وصلت خلاص يا بنات لنهاية السطر. واول غرزة انا عملتها. اول عمود انا عملته. هقفل فيه بمنزلكة. تمام? علشان يباحنا كده افحلنا الجزء ده مع ده. والجزء ده طبعا كده اتقفل هنا. هنكمل بقى شغلنا على الاعمدة دي عادي. هكرر تاني. لو حب تطولي هتشتغلي الاول شوية فوقهم اعمدة. مش حبة وحبة تعملي خلاص بكنار كده الطول بتاعك. هيبقى بقى ايه خلاص فاضل بكنار. هيبقى تقريبا ايه? آآ سبعة من سبعة لعشرة صمت كده. وصلت هنا هدخل اعمل عادي. هشتغل بقى عادي كده من غير رايح راجع. يعني خلاص كده مش هدبان اصلا في سطور الفشارة. تمام? رايح راجع اللي هو كنت بلف الشغل. انا دقتي كده بقى خلاص مش هلف الشغل. تمام? هدخل في نفس في اول عمود واعمل غرزة حشو. وادخل في اللوب الامامي ده واعمل حشو كمان عشان يبقى معايا ده اول عمود. تمام? اول عمود فوق اول عمود. وهشتغل تاني عمود. وبعدين تالت عمود. اشتغلت كده كم عمود تلات عمدة. في مكان العمود الرابع هشتغل غرزة فشارة. هدخل هاخد لفة على الابرة. دللي ما يعرفوش الفشارة. لفة على الابرة وادخل في الغرزة. ماشي? واخرج كده معي تلات لفات اخد. لفة واطلع من حلقتين. هيه تبقى معي حلقتين. اخد لفة كمان. وادخل. ماشي معي اربع حلقت اخد لفة واخرج من اتنين. هيه معي تلات. اخد لفة كمان. تمام? كل مرة باخد لفة. باطلع من حلقتين. واسيبي الباقي. اخد لفة كمان. اطلع من حلقتين. واسيبي الباقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لأ انا عايزة كمان ادي لفة. واخد من حلقتين. يبقى معي الباقي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. ست لفات. حب انك تخلي الفشارة ضخمة تخليهم سبعة. انا كفاية عليها ست. هاخد لفة واخرج منهم كلهم مرة واحدة. بعد كده هدخل اعمل عمود في الغرزة اللي بعدها على طول. لفع كده واخد اعمل عمود. وكمان عمود. هعمل تلات اعمدة. تمام? وادي التالت. بين كل فشارة وفشارة هيبقى فيه تلات اعمدة. نعمل تاني فشارة كمان. خدت لفع على الابرة. وادخل ادي. هم فكت مني. سويني يكملها. بصفت كده اعملها من اول وجديد. كده معنا دي واحد اتنين تلاتة ربعة خمسة ستة ست لفيت. الفشارة عندي مكونة من خمس اعمدة فوق هتلاقيهم ست لفات. اخد لفة واخرج منهم كلهم. مرة واحدة. وبعدين اخد لفة وادخل واعمل كام عمود? تلات غرز عمود. ادي واحد. ادي اتنين. وادي تلاتة. ادي كده اول فشارتين انا عملتهم اهم. بعد ما عملت التلاتة اعمدة هدخل اعمل غرزة فشارة تاني مكونة من خمس اعمدة. يعني ايه خمس اعمدة? ادي اول عمود غير مكتمل. عن ادي تاني عمود. تالت عمود. كل عمود بخرج من لفتين بس واسيبه للفة التلاتة. ماشي? ادي الرابح. ادي الخمس. يبقى معنا هنا كامل حلقة هنبقى معنا بعد ما عملنا خمس اعمدة راح تبقى معنا فوق ستة حلقة واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام? هاخد لفة واخرج من الستة كلهم مرة واحدة. وبعدين اخد لفة وادخلها اعمل غرزة عمود. واللي بعدها عمود. واللي بعدها عمود اتفقنا ان بين كل فشارة وفشارة مع عمود تلاتة. هاعمل ايه? هدخل بعد كده. الغرزة بعد كده. هنعمل فشارة كمان. هعمل معكم كمان واحدة قبل ما نكمل الشهر. ادي. واحد. اتنين. تلاتة كل ده في نفس الغرزة. اربعة. وادي خمسة. اخد لفة واخرج من الست لفات كلهم مرة واحدة. وبعدين ادخل اعمل تلاتة اعمدة بعد كده. واحد. اتنين. تلاتة. اهو. وبعدين نعمل غرزة فشارة كمان. نعملها مرة واحدة كمان معكم. ادي واحد عمود غير مكتمل. وادي اتنين. يعني اعمود غير مكتمل. بخرج من لفتين بس. وادي تالت عمود غير مكتمل. وادي رابع عمود. البكرة خلصت غير مكتمل. وادي خامس عمود غير مكتمل. اطلع من لفتين بس. اهو. اخد لفة واخرج من الست حلقات كلهم. تمام? انا كده لغاية المرحلة اللي انا فيها دي كده مخلصة بكرتين خير. التالتة هي هبتديها معاكم. هوصلها للشغل. احيان. هدخول اعمل طبعا احنا بنعمل بعد الفشارة دي بنعمل كم عمود بنعمل تلاتة هدخول اعمل اول عمود اهو. هسحب الفتلة الجديدة. اغير الخيط بقى كده بسحب الفتلة الجديدة. واشتغل على الاتنين. وادي تاني عمود. وادي التالت. باشتغل على الخيط بتاع الفتلتين اهو. اللي بقى. وادي الفشارة كمان. هشتغل بقى لنهاية السطر نفس الموضوع. تلاتة عمود والربع فشارة. تلاتة عمود والربع فشارة. تلاتة عمود والربع فشارة. لغاية ما وصل لنهاية الدور وارجع لكم ان شاء الله. خلصت يا بنيت وصلت لنهاية السطر بتاعي. هقفل في اول عمود انا عملته. هقفل بمنزلقة في اول عمود. تمام? طبعا الفشارة اهي. واحنا قلنا بين كل غرزة فشارة والشارة تلات اعمدة. انا عايزة الفشارة الجديدة ما تبقاش نعمل فوق كل الفشارة فشارة. لا احنا عايزين تخلف معيها. تبقى في النص. يعني بين كل اتنين يبقى في واحدة. بين كل اتنين يبقى في واحدة. الفشارة نخلف مكانها علشان تطلع مختلفة. وهده اخد بالنا عشان السطر ده اللي هيكرر معي لغاية الطول اللي انا عاوزاها. انا بعد ما قفلت بمنزلقة هعمل ايه هدخل اعمل اول عمود في المكان ده. طبعا انا خلص شرحت احنا العمود بنعمله ازاي? بتطلع اخباطي مش عايزة تعملي زي? يعملي تلات سلاس. تمام? وده كده فوق اول عمود من الاعمدة. لسه معي اتنين قبل الفشارة. انا كنت بعملة تلاتة. في التانية على طول هعمل غرزة فشارة. تمام? في التانية على طول هعمل غرزة فشارة. ادي واحد. اتنين. احنا كنا بنعمل فشارة مكونة من خمس اعمدة. ايه دي? تلاتة. اربعة. خمسة. بعد ما عملت خمسة باخد لفة واخرج منهم مرة واحدة. طيب احنا كنا عاملين الفشارة دي في تاني عمود. ادي تالت. عمود بعدها احنا بصوا. احنا بعد الفشارة بنعمل كام? بنعمل تلاتة اعمدة. هعمل فوق ده عمود. وفوق الفشارة نفسها هيبقى في عمود. والعمود التالت هو هيبقى الاولاني هنا. فكده الفشارة هنبقى احنا خلاص كده. خلينا مكانها فين? في العمود اللي في النص بين التلاتة دول. يعني هنا هنعمل فشارة. تلاتة. اربعة. خمسة. تمام كده. احنا اخد لفة. طلع منهم مرة واحدة. هنيجي نعمل كام عمود نعمل تلاتة. هنا ادي واحد. والتاني بتاعنا هيبقى اللي هو فوق الفشارة. والتالت اللي بعد الفشارة. نجي بقى نعمل ايه فوق العمود اللي هيبقى هنا في المنتصف ده. فوقي هيبقى في فشارة عشان يبقى الشكل كده. اهي. شايفين خلفة اهي. بقى بين كل فشارتين في فشارة. نشتغل معيكم فشارة كمان. قلنا الغرزة اللي في النص دي. تمام بعد ما عملت اول عمود تاني عمود تالت عمود. بعدها على طول هيبقى في فشارة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. واقفل واعمل كام. تلاتة عمود. ادي واحد. التاني هيبقى فوق الفشارة. وادي التالت. هنعمل بقى الفشارة دي. وادي برضو الشكل هوريهولكو تاني. شايفين الشكل بقى كده. هنكملها للنهاية. ونيجي نقفل هنا بمنزلقة. ونفرق تاني. الفشارة. لما قفل هنا بمنزلقة في اول عمود انا عملته. هشتغل العمود دا. وبعدين اشتغل بعدي اتنين. عشان يبقى معينا كده اول تلاتة عمودة. احنا هنا ابتدينا عملنا الفشارة. لأ هنشتغل التلاتة عمودة. علشان اول فشارة تيجي عندي فين. تيجي عندي في المنتصف هنا. ده السطر الجديد. يعني كل سطر هتخليف شكل الفشارة. تمام. كده. هنشتغل بقى بالطريقة دي كم سطر. لغية العرض اللي انتي عاوزيه. هتعملي بقى ست سطور سبع سطور خمس سطور عشر سطور براحتك حسب اللي انتي عاوزيه. انا هخلص ونرجع نشوف انا عملت كم سطر. بنفس الطريقة دي يا بنات كل سطر هتخليفي مكان الفشارة. يعني السطر ده الفشارة هنا كده هم اتنين. اللي بعديها هتبقى الاولى هنا. يعني ايه فوق الفشارة الجديد اللي هي اللي تحت. عشان تبقى هنا في النص. تمام. لما تعملي في نص السطر ده تبقى فوق اللي تحتيها. تعملي في النص هنا تبقى فوق اللي تحت. وهكذا والعكس بقى والعكس. هخلص بقى السطور وارجع لكم ان شاء الله بامري اللي نشوف هنعمل ايه. اهو يا بنات انا خلصت لغاية الطول المناسب بالنسبة هي. حابة انت تطولي عن كده. طولي. كده الكاب من تحت خلاص خلص. انا بس فاضلي ان انا انضف الخيل بس. فاضل بقى انا اعمل الكولة بتاعتنا. طبعا فاكرين لما بدأنا. وكنا شغالين على المفتوح اول سطر. وتاني سطر قفلنا. احنا هنوصل الخيط من المنطقة دي. هيجي هنا عند فتلة البداية دي. وهوصل الخيط بتاعي واقفل الشغل. هيجينا في اول غرزة واقفل بمنزلكو. عايزة بقى الاول قبل ما اعمل سطور احنا هنشتغل سطور في شارة زي دي. على الرقبة. نفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا. بس قبل ما نعمل الفشارة اللي تحت هعمل ايه. هشتغل هنا سلسلة وادخل في نفس الغرزة واعمل غرزة حشو. هشتغل في كل الغرز اللي هتقابلني غرزة حشو الاول قبل ما اشتغل اسطر العمود بتاعت الفشارة. ليه باشتغل سطرة حشو عشان قلم الشغل شوية. ومش حبة ان العمود يبقى على طول على ضهر السلاسل. خدوا بالكو احنا كان هنا في سلاسل. البداية كانت سلاسل. فانا بشتغل عليها الاول سطرة حشو. في كل غرزة هتقابلني وباشتغل طبعا على الخيط. بتاع البداية بتاعتي بداية الشغل وبداية الشغل دلوقتي. هنشتغل في كل غرزات قبلنا غرزة حشو حوالين طوق الرقب هنا لغاية ما نوصل للنهاية هنا. بعد ما خلص خلصت يا بنات اهو اخر غرزة حشو هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها. بعد كده. عايز اقول لكم هالحاج الاول. الرقبة لغمت معي شوية هاي? طبعا لو انت الرقبة عندك مش واسعة. تمام? مش هتحتاجي تلميها ومش هتحتاجي تعملي سطر غرزة الحشو. طيب انتو شايفين طبعا في الموديل الاصلي ان الرقبة بتاعتها هاي يقول بين تني. فانا لو ابتديت من اول البداية بغرز الفشارة وجيت اتني الكولة هتبقى ضخمة قوي هفشارة على فشارة لا احنا زي ما قلنا هنعملها كولة متنية. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه? هنعمل غرزة عمود وهنشتغل اه كام سطر عمود هنشتغل حوالي خمس سطور بغرزة العمود فقط. وحسب ما انت حابة طول الكول برضه. تمام? هندخل نعمل غرزة زي ما بنرتفع. غرزة الحشو. وندخل نكملها عمود. بعد كده هشتغل بقى فوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة عمود. وهشتغل كام سطر يا بنات زي ما قلنا? هنشتغل خمس ست سطور حسب طول الرقبة اللي انت حابها. انا هشتغل الاول خمس ست سطور وارجع لكم نقسهم مع بعض. ونشوف يعني هتقفق تقفل السطر ده بمنزلقة وترتفعي وتعملي بعد منه وهكزا لغاية ما نعمل طول الكول اللي احنا عاوزينه لها يقول. هخلص بقى الجزئية دي ونرجع نكمل خرزة الفشارة بتاعتنا. هشتغل عدد السطور وارجع لكم تاني ان شاء الله. وهي يا بنات انا خلصت السطور بتاعة الرقبة. طبعا السطور دي متفوتة. على حسب طول اللي انت عاوزين للرقبة. بقى دي واحد اتنين تلية اربعة خمسة. انا اشتغلت خمس سطور كده انا على وش الشغلة اهو. تمام? انا دلوقتي لو جيت اشتغلت غرز الفشارة هنا على وش الشغل هتطلع الغرز هنا منبر. تمام? فانا لما يجي اقلب الكول ده هتبقى ايه? هتنزل لجوه. اذا انا عايزة اشتغل غرز الفشارة دي بتاعة الرقبة تبقى جوه. على شئ لما قتني الكول تبقى ايه? تخرج بر. فانا هعمل ايه? هقلب الشال بتاعي او البونشو. او زي ما انت بتسميه الكاب. هقلبه على ظهره. اشتغل الخطوة دي على الظهر. عايزة. الفشارة تبقى عندي في الظهر. انا كده على الظهر اهو. بصوا ادي دهر الفشارة ده الوش. وده الظهر. انا بقى عايزة الفشارة اللي الكور بتاعتها البوب كورن بتاعها ده يبقى ايه? يبقى في الظهر. انا كده قلبت اهو. تمام? هطلع اول غرزة زي ما بنعملها. اول عمود. عايزة تطلعي سلاسل براحتك. هقرب الشغل بس. ايه دي? عملنا غرزة حشو. هندخل في اللو بالتاني. عملنا كده اول غرزة عمود. كده ده اول عمود. هنعمل التاني. وبعدين التالت. بنفس الطريقة اللي عملنا بيها تحت تلات غرز عمود. والربعة نعملها فشارة. معدتش الخدمة نجوه. هنعمل فشارة مع بعض تاني. رغم ان احنا عاملنها تحت. اهو. خمسة. هاخد لفة واستطلع من كل اللفات مرة واحدة. وبعدين اعمل عمود بعدها. اهي. وبعدين كمان عمود التاني. وقادي العمود التالت. عملنا تلاتة اعمدة. الرابع هنعمل فشارة. اهو. اخد لفة ونخرج منهم مرة واحدة. وبعدين نعمل هسلك انا الخد ده. وبعدين نعمل تلاتة اعمدة على طول الغرزة اللي بعدها على طول. اهي. اول عمود. تاني عمود. تالت عمود. واهي. بتاع الروابك يا حبك يا عدي دلوقتي. ماشي معلوم. ماشي يا بلد. هنكمل بقى لنهاية السطر واقفل بمنزرقة زي ما كنت بعمل تحت وارتفعه برضو هاخلف مكان الفشارة. ماشي. آآ وهطلع كم سطر من الفشارة? هطلع خمس سطور زي ما عملت دي او ست سطور. يا خمسة يا ستة على حسب ما انت عاوزها. هخلصهم بقى زي ما قلنا بنفس الطريقة اللي كنا بنعمل بها تحت. هنخلص السطر ونقفل بمنزرقة. ونطلع كمان. آآ فوق السطر ده اربع او خمس سطور في شارة. هخلصهم بقى ان شاء الله بامر الله. وارجع لكم علشان نشوف آآ الشال بعد ما خلص. او البنشو او الكيب زي ما هتسميها. تاني قبل ما اقفل. شام ما حدش يتلخبط نفس الطريقة اللي هاشتغل بيها. دي نفس الطريقة اللي اشتغلت بيها تحت. اخليف مكان الفشارة. مش حبة تخليف المكان وتعمل الفشارة براحتك. حبة تخليف المكان زي ما قلنا. خليف المكان بالطريقة اللي قلناها تحت. هخلصوا بقى ان شاء الله بأمر الله وارجع لكم. خلاص خلصت يا بنات عدد السطور اهو. اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سطور عايز ان تتكبري على حسب برضو طول الكول زي ما قلت لكم. وقفلت بمنزلقة في اول غرزة زي ما احنا متعودين. تمام? وهقطع الخيط وده هنضفف الشغل. تمام? كده دلوقتي. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا كنا شغالين على الضهر. يعني عشان نعمل البوب كورني ده احنا كده على الضهر. هنعدل بقى الشغل بتاعنا ونشوفه. كده بقينا خلاص على الوشة اهو. الكيب اهو كده على وشه. هاي بنات ومكان دي مكان اليد. طيب. نيجي بقى على الرقبة هنا وعلى الرقبة فوق. شايفين الرقبة بقى شكلها عامل ازاي? نصها. اعمدة. والنص التاني ضهر البوب كورن. ليه? لان احنا قلنا ان ده هيقول. تمام? فهنعمل كده. تمام? اهو. هي بنات كده لما تانينا هيقول. يعني اهو كده هو مفروض اهو. وتانينا هيقول كده. وتلبسيه بقى كده ايه? بالهنة والعافية. ده ايه للست زنب هنم بنتي? انت هتقدري تعملي لاي مقص طيب. اخد قد ايه منك يا اميرة يا مرمر. شايفين شكله جميل ازاي بنات? والله في اللبس شكله حلو قوي. وتغيير عن عن الشال التقليدي بتاعنا. طيب اخد ايه مني خيط? دي البكرة التالتة. انا اشتغلت. لا دي الرابعة سوري. انا كنت جايبة باكت. دول بقيين من الباكت. يعني هنا اخد تلات باكت وحتة صغيرة جدا من الرابعة. الرابعة بحلها ايه? ومليانة ايه بحلها? اخد منها اشتغلت من الرابعة دي سطرين اتنين من الرقبة دي. من السطرين من البوبكورن. من الرابعة. يعني انت لو عملتي اقل سطرة من تحت التلات باكترات هيكفوكي. طيب لمقاس قد ايه? لمقاس آآ سبع سنين. ومشاء الله يعني الوسع معاك يلبس بنت آآ عشر سنين كمان في الوسع بس هتطولي. يعني هو ما شاء الله واسع. تمام? بس هتطولي بقى. فانتي لو انتي هتعمليه لبنت آآ ست سبع سنين ممكن ياخد معاك تلات باكترات ما تحتاجيش تاني. يعني انا لو كنت شلت سطر واحد من تحت كنت عملت هنا وكنت ما فكتش الباكرة اخذتش آآ حتة من الباكرة الرابعة. تمام? فهاقول تاني للتلات آآ اللي ما ايه السبع سنين هياخد آآ قوله تلات باكرات آآ هتكبري عن السبع سنين هتجيبي الباكرة الرابعة ومش هتكمليها اصلا. بس كده. آآ لو في اي سؤال بقى سيبهولي ان شاء الله بقى امر الله في الكمنتات وارد عليه. واتمنى ان يبقى الشرح آآ كان مفيد بالنسبة لكم. ولو في اي حاجة سيبهالي في الكمنتات. وما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو وكمنتاتكم اللي بتدعمني دايما. وطبعا اللي مش مشتركة في القناة تشترك لان انا بلاقي ان اللي مشترك بس يعني من المشاهدين اللي مشترك بس اتنين وعشرين في المية والباقي مشتركوش وبيتفرجوا تفرجوا على عيني وعلى راسي بس زرار الاشتراك مش شي يعني عشان يوصلوا الكل جديد من القناة بس كده وشوفكم على خير وهتوحشوني ومع الف سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة